موسيقى 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 جي أحد اللعيبة كان مصاب وكان نازل مصر جي قال لك كابتن خلي بالك في حاجة خطيرة جداً اللعيبة زهد وبي يعني بيتكلم عنهم ما بقى يخرجوا الماتش الجاي ويسافهوا بقى يومي فقال قاعدة أنها كانت صعبة يعني فمواقف زي دي كنت لازم توصرها لمدير الفاني فروح تقول لك كابتن جوهر لتقول لكابتن في مشكلة خطيرة في كذا 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 راح التمرين أنا شايفه بقى مش مصبوط كده هما على العاشة برضو قال لهم في خبرين واحد كويس واحد وحشي نبتدي بإيه؟ فالعيبة كلها كابتن اللعي بتدي بالوحش فقال لهم أنا بعت سمير عدلي لمكتب التهران عشان يحجز يحجز بعد كل دور يعني على أساس يعني لو خضر الله فراح لدى الكجار كانت تقول لها مفيش حاجز غير واحد في الشهر واحد في الشهر ده اللي هو يوم بإيه؟ النهائي تمام واحد في الشهر بالليل فكده وكده احنا قاعدين فما ينفعش إن احنا نقعد كده والناس بتلعب حوالينا أو بتاع كده وكده احنا عاديين بدا ما القضايا تعملين ولا بتاعي بقى راح تلاقي بقى إيه اللي عمل كده قال له طب الخبر حاله كان حسام حسن بقى كابتن بتاخد قال له اتصل بيا اه الياس الجمهورية وقالت في حالة فزكو للبطولة عليكو مبلغ واسق أو كذا 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 واريك ازاي تقدر تخرج من المواقف الصعبة ازده فن شوف انا حسيت اللي اللعيبة نفسها تلبس الشورت وتشيرت بتاع المباريات ونزول لعبهم وروحوا خرجوا من العشو وحضنين بعض بقى وضحكوا هنعمل وانساوي اش عارفيه وبتاع وخدنا البطولة ورجعنا